أسعد الله أوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم اليوم توقعتنا على يوم الجمعة 22 نيسان إبريل وطبعا بما أنه ليوم الجمعة فجمعة مباركة على الجميع ربنا يتقبل منا ومنكم الطاعات يا رب ويغفر لنا ويغفر لكم ويرحمنا ويرحمكم ويرزقنا ويرزقكم إن شاء الله تعالى طبعا القمر موجود الآن في منزلة سعد الذابح وهي منزلة للعلاج والفراق والخلاص والحرية طبعا القمر رح ينكث فيها هي المنزلة لغاية الساعة 11 و19 دقيقة من صباح اليوم الجمعة لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة سعد بلع وهي للعلاج والفراق وأتلاف الأموال والحرية القمر موجود في برج الجدي اليوم طبعا وبما أنه موجود في برج الجدي معناته بيأثر على جميع الأبراج بصفات من صفات برج الجدي ففي هذه الفترة منعود لطبيعتنا الجادة من حاول إنجاز عمل متراكم منجد أن الأمور ما بتصير معنا بسهولة وممكن تسيطر علينا روح التشاؤم أو على البعض مننا علينا الإجتهاد أكثر بهذه الفترة بوسعنا الشروع بعمل جديد أو شراء تحفي أثرية أو البدء بحمية أو تجديد تأمين أو عمل تأمين أو شراء بوليس التأمين يعني أمور لها علاقة بالتأمين أما بالنسبة للزوايا الفلكية فطبعا في عنا زاويتين اليوم ظهروا على الساحة أول زاوية هي زاوية تسديس إيجابية بين المشتري وبين بلوتو وهاي طبعا تأثيراتها من يوم 22-4 لغاية يوم 16-5 يعني مدتها طويلة وزاوية إيجابية ذروتها يوم 3-5 الساعة 10-31 دقيقة مساء هاي الزاوية بتزيد في نمو الأموال والأملاك وبتزيد من كرمنا ولكنها ممكن تسبب الإحساس بالكآبة والميل للإعجاب بالذات أكثر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية سلبية هي زاوية التربيع يعني سلبية ما بين عطارد وما بين زحل وهي تأثيراتها من اليوم 22-4 ليوم 26-4 يعني معدلها أربع أيام طبعا ذروتها يوم 24-4 ساعة وحدة وتسعة وأربعين دقيقة بعد الظهر بما أنه عطارد وزحل وزاوية سلبية معناته هي بتأثر على التركيز على سرعة البديهة بتأثر بشكل سلبي طبعا على عدم تركيزنا أثناء قيادة السيارات أو أثناء التحرك وبرضو أعطال في الأجهزة الإلكترونية أما بالنسبة لنا كأشخاص فهي بتسبب التعب والقلق والحذر والميل للكآبة وبتحد من خيالنا وبتجعلنا شاردي الذهن ومتقلبين وبتعرضنا للإرهاق وهذا الشيء ممكن يضر بصحتنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين الشمس وبين المريخ وهي طبعا حكينا أنه تأثيراتها من يوم واحد وعشرين أربعة لها غاية ثلاث وعشرين خمسة وهي زاوية بتعزز قدرتنا على القيادة وبتشجعنا على الإقدام على خطوة جديدة وجريئة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية بين الشمس وبين بلوتو وهي آخر يوم لتأثيراتها هي اللي بسببها بتثور أعمال عنف ومواجهات لها علاقة بالنيران والمعادن وبتعزز التسلط عند البعض وبحاولوا فرض سيطرتهم على الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها والأخيرة من الزوايا البطيئة هي زاوية الاقتران الإيجابية بين المشتري وبين نبتون وهي حكينا أنها مناسبة للإلهام والأرباح المالية عن طريق توسط صديق أو جمعية وفي هاي الفترة بتنتهي وضعية حرجة لبعض الأبراج وممكن بعض الأبراج يقعوا في الحب من أول نظرة بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل اللي هي الزواية السريعة واللي تأثيراتها طيلة النهار يعني من الصباح لغاية أو من منتصف الليل منتصف ليل الجمعة لغاية منتصف ليل الجمعة على السبت فعشان هيك هاي تأثيرات احنا بنسميها تأثيرات سريعة الزاوية الأولى هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين أورانوس وهاي رح تكون الساعة ثلاثة وثمانتاشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديث إيجابية بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون في تمام الساعة عشرة واثنين واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج هاي الزاوية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي منمجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميل والديكور فبيتحسن عطاهم وابداعهم اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين عطارد وهي رح تكون في تمام ساعة ثلاثة وثلاثة عشرة دقيقة عصرا هاي الزاوية نشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالاضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة اما بالنسبة للزاوية التي تليها لأنه ضايل زاويتين زاويتين تزديس الأولى تزديس إيجابية بين القمر وبين نبتون وهي رح تكون الساعة الثمانية وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش طبعا تأثيراتها من ساعات الظهر بتبدأ بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدس عليه فأنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل أما بالنسبة للزاوية التي تليها والأخيرة هي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين المشتري وهي رح تكون في تمام الساعة 11 و57 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش طبعا تأثيراتها من ساعات عصر يوم الجمعة لغاية فجر يوم السبت بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول إنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وإذا شعرنا بأي شيء غير اعتيادي مراجعة الطبيب أول إشيء الركبتين والمفاصل والعمود الفقري عضلات العمود الفقري الرضفة العظام الأسنان الأوتار الأربطة الجلد الشعر الطحال الجهاز التوازن بالنسبة لهذا اليوم طبعا يوصى بإجراء عمليات جراحية ما في أي مشاكل مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي والقص العلاجي المقصود فيه اللي بكون عندهم تلف بالشعر أو تقصف وبدهم يعالجوا الشعر عشان سرعة الإنبات أو تطويل الشعر فالفترة هاي قص لهذا الغاية غير مرغوب فيها بالنسبة لمطعوم كورونا مناسب اليوم ما في أي مشاكل ممكن تحدث بعد هكي الخلل اللي هي ارتفاع درجة الحرارة وطبعا بنا دول هذا بفي بالغرض بعض الألام البسيطة لو دهنا كريم فوسدين على مكان اللقاح يفي بالغرض بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الجدي خلو المسار القادم رح يبدأ يوم السبت 23 أربعة بيبدأ في تمام الساعة 53 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج وبيستمر حتى تمام الساعة 16 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع طبعا في تمام الساعة 12 منتصف الليل بيصير عمر القمر 21 يوم نسبة الإضاءة بتصير 62% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم عندنا الشمس في الثورة حتى يوم 21 خمسة هي الآن سعيدة بنسبة 30% ولكن في ساعات المساء بيصير سعيد بنسبة 5% مساء يوم الجمعة القمر في الجدي حتى يوم 23 أربعة هو الآن سعيد بنسبة 85% في ساعات الصباح بيصير سعيد بنسبة 100% ولكن مع ساعات المساء بتراجع بنسبة 70% سعيد بردو عطارد في الثورة حتى يوم 29 أربعة منتحس بنسبة 10% الزهرة في الحوت حتى يوم 2 خمسة سعيد بنسبة 30% المريخ في الحوت حتى يوم 24 خمسة سعيد بنسبة 15% المشتري في الحوت حتى يوم 10 خمسة سعيد بنسبة 25% زحل في الدلو حتى يوم 4 ست سعيد بنسبة 15% أورونس في الثورة حتى يوم 24 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 28 ست سعيد بنسبة 15% بلوتو في الجدي حتى يوم 29 أربعة سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا القمر الآن موجود في البيت العاشر اللي هو بيت السمعة فهذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبيمكان كل يوم تحافظوا على إنجازتكم القائمة وتحافظوا على سمعتكم بدون مشاكل وبدون مخالفة قوانين أهم شيء أنك تهدئ من روعك ما تنفعل اتجنب مخالفة القوانين واحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة واحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم بتنشطه في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة أو مع أشخاص خارج البلاد أو تعامل مع أجانب وتشعروا اليوم بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم ممكن اليوم تذهبوا في رحلة أو تروجوا لعمل أو تحصلوا على معلومات ما كنتوا تتوقعوها بيكون اليوم في نجاح وحظ في حياتكم العاطفية والعائلية ولكن اللي عنده امتحان أو مقابلة بدهوا يركز شوي وما يعتمد كثير على الحضود برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة بتصير متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكون تخففوا من النفقات قدر المستطاع سارعوا في تهدئة الأجواء هاي فترة مناسبة للاطلاع على أراء الغير ممكن تتلقى مساعدة أو تعاطف عليك أنك تتحلى بالليونة والتفكير الموضوعي وتركز على أمورك المالية ما في داعي للتهور ولا للتسرع بالأمور المالية يعني بدك تركيز عشان تحصل على المكاسب المفروضة خلال هذا اليوم برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا القمر الآن مقابلكم تماما عشان هيك هو بعزز أو فترة هاي مناسبة لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة أو علاقتكم مع الأزواج برضو هاي الفترة ممتازة للمصالحات أو للاتفاق لأمر معين برضو مناسب هذا اليوم لخطبة أو زواج أو توقيع عقد تجاري بالنسبة للكم ولكن طاقتكم لأنها ضعيفة فهاي الفترة بتكون فيها نوع من أنواع السلبية وضاغطة ما بينفعك فيها سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرض لبعض المضايقات أو الخلافات أو الخلافات فعشان هيك لازم تضبط أعصابك برج الأسد بالنسبة لما وليد برج الأسد طبعا القمر الآن في البيت السادس اللي إله علاقة بالعمل وإله علاقة بالصحة فعشان هيك بتكون تنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وبتكون تنتبهوا على غذائكم وراحتكم كون منظم وحاول أنك تحسن إدارة الوقت وخصوصا لإنجاز أعمالك وإتمامها حاذر من الجدال مع المعاونين أو زملائك في العمل وما تهمل صحتك ما فيه إشي بخوف على المستوى الصحي ولكن بيستوجب علينا أنك أنت نبهك لأنك تراقب الوضع الصحي إذا شعرت بشيء غير اعتيادي مراجعة الطبيب حاول أنك برضو ما تأجل وما تماطل عملك حتى لو اضطررت للعمل لساعات إضافية برج العذراء بالنسبة لما أوليد برج العذراء طبعا اليوم هذا يعتبر من الأيام المميزة بالنسبة لكم اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ عنكم لا ماليا ولا عاطفيا بتنفرج أساريرك بتعيش لحظات سعيدة نسبيا وهاي فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهم شيء أنك ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة واتجاه الأحبة ممكن اليوم يكون في مناسبة أو حدث مفرح بالنسبة لك أهم شيء استغل هذا اليوم برضو لتصحيح الأخطاء وللتراجع عن قرارات سابقة سببت لك بعض المشاكل برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان القمر صار موجود في البيت الرابع اللي إلو علاقة بالبيت والعائلة وبوسعكم اليوم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وممكن اليوم تجدوا تعاون من أفراد العائلة أو لقاء عائلة أو اجتماع عائلة وممكن تقلق حول وضع عائلة أو منزلة كعطال أو مشكلة معينة تطلب منك أنك أنت تكون موجود أهم مش أنك ما تتهرب من المسئولية تجاه العائلة الأجواء شوي بيكون فيها بعض العدائية ومتوترة فعشان هيك بدك تراعي الظروف العائلية ومرضو تنتبه لو وضع صحي بتعلق فيك أو في أحد الأحباب برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا يوم مميز جدا اليوم بتنشطه في التنقلات والاتصالات السفريات القصيرة وهذا يوم مناسب لاجتياز امتحان وممكن تعززه العلاقة مع أخ أو جار طبعا بتدعمك الحضوض بشكل قوي جدا وبتكون اليوم جريء في التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر لأجواء لطيفة وممكن تحمل لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم بيحمل فرص لمكاسب مالية الفرص هاي دائما أو بهيك وضعية دائما بتيجي إما عمل إضافي أو مستردات مالية بتكون لإلك وبكون صعب أنك تحصلها أو ممكن تحصل على هدية مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات بالفترة هاي امتنعوا عن مشتريات غير ضرورية ممكن تهتم بتوظيف أموالك ولكن بدك تكون عاقل بصرف الأموال ممكن تهتم لمناقش الدعم مالي أو قرض أو تفكر في بعض الاستثمارات والتوظيفات هاي فترة إيجابية ممكن تحقق من خلالها ربح إذا استغليت الفرص برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا القمر الآن صار موجود عندكم فثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط خلال هذا اليوم أكثر من اليوم أمس بتقدروا تبادروا لخطوة جديدة دعم من مكانتكم الاجتماعية اليوم بيحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليكم فقط إنكم تتحلوا بالحكمة والواقعية للأمور وبتشتد عزيمتكم وبترتفع المعنويات وممكن اليوم تستعيدوا سيطرتكم وتحققوا نجاح باهر أهم شيء ضبط الأعصاب واستغلال الفرص برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا القمر صار موجود في الجدي اللي هو بيت متاعبكم فعشان هيك هذا اليوم بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم عدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم ابتهدأ وترتكم لحد الركود ممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي ما فيه إشي بخوف على المستوى الصحي ولكن بيتطلب منك تراقب وضعك الصحي ما تحسم أمر الفترة هاي فيها نوع من أنواع السلبية مخيبة للآمال لأنه بيت المتاعب فممكن يعني إذا تسرعت بأي خطوة تندم عليها لاحقا برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر صار يعني يقترب من بيت متاعبكم ولكنه مازل موجود في بيت الأصدقاء والعلاقات الاجتماعية فبوسعكم اليوم تعزيز صداقاتكم ومنكم أشخاص ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة تتسعي الآفاق وممكن تحتفل اليوم بنجاح أو تطور علاقة ممكن تعزز شعبيتك وتحصد أرباح وتفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب لجانبك أهم شيء أنه اليوم تشعر أنه الضغوط بلشت تخف عليك وبيطمئن بالك فعشان هيك حاول تستغل هذا اليوم لإنجاز كل الأعمال المهمة قبل الغد لأنه في صباح الغد بده يكون القمر انتقل لبرج الدلو اللي هو بيت متاعبك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر